الزمالك كان الفترة اللي فاتت عنده حالة شك في حراس المرمى يعني بتتكلم عنده محمد صبحي حارس دولي وعنده محمد عواد حارس دولي ورغم كده الزمالك جاس فاني عندهم شك في حراسة مرمى الفريق بشكل ودي تكلمه مع محمود جنش حارس مرمى مودرن فيوتشر وهو الراجل رحب العودة ليه نادي الزمالك بس طبعا طلب موافقة مودرن فيوتشر وطلب ان الزمالك يخش في المفاوضات مع مودرن فيوتشر الراجل من حيث المبدأ ما عندهش مانع ولكن من خلال نديه الحالي فريق مودرن فيوتشر كلام محترم